أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع برنامج وحلقة جديدة من برنامج ساعة التربية الذي آمل أن يكون شارحا للصدور منيرا للعقول هاديا للنفوس يدينا فترة من الوقت أن نراجع أنفسنا شوية نعد الطرق التي نتبعها في التعامل البشري داخل نطاق الأسرة الموجودة ليس فقط بيننا وبين أبنائنا وبناتنا ولكن بيننا وبين بعض كأزواج وزوجات كمان في التعامل لأن جزء أعصيل في أن الأولاد بيتعلموا إزاي البني آدم يبقى مسؤولة بتبقى من خلال مسؤولية الأم والأب ومن خلال مسؤولية الزوج لزوجته ومسؤولية الزوجة لزوجها بيتعلموا الأولاد الطاعة نتيجة لأن الأم طيعة لينا وفي نفس الوقت بيتعلموا إزاي أن في المقابل بيبقى فيه تقدير واحترام من الزوج للزوجة نتيجة الإطاعة لهذه الأوامر بنتعلم دايما أن العلاقات خد وهات إحنا ما زلنا في الحلقات الماضية نتحدث على أن فيه فوارق كبيرة ما بين الجيل الجديد والأباء والأمهات والجيل يوم ما حددنا بعشرين عام ده حقيقة عشرين سنة الماضية حدث طفرة كبيرة في العالم كله كانت جاذبة لعقول أولادنا وأفكارهم ومدود أفعالهم واستغلال وقتهم واستهلك طاقتهم وتغيير مفاهيم ويدخل مفاهيم تانية وانتقادات لطرق كتيرة أو أساليب كتيرة كان بابا أو ماما بيوجهنا فيها ولقينا أن الأجيال كل ما بيتقدم العالم تكنولوجيا كل ما الفارق ما بين الآباء والأبناء بيزيد والفجوة دي فجوة طبيعية بس لازم نحافظ على قدر من المسافة أستطيع أني أسترجع ابني فيها أننا لسه ما زال هناك تواصل بيني وبين ابني أما نتكلم في العلاقات نفسها اللي بنحني بيها أن الفجوة دي ما تزدش ناس كتير تقولك الفجوة دي موجودة موجودة وأن احنا مش قدرين نواكب الفجوة دي وأن الوسائل المتبعة معناها أن احنا نحرم أولادنا من التواصل الاجتماعي أو بيء المواقع أو عن طريق التليفون أو نشيل الآيباد أو نشيل التلفزيون أو الكمبيوتر أو غيرها من الأدوات اللي هي سحل الأولاد ونخلياهم تستنسف طاقتهم بكل المعطيات ده الحل السحري اللي بيبدو في أزهان الناس دائما قدام شغف أولادنا بالمنظومة اللي موجودة في نفس الوقت ظهرت كتير من السلبيات في المجتمع عند الناس الكبار اللي بنسميهم أباء ومسؤولين وأمهات ومسؤولات ولقينا أنه حجم التواصل في المجتمع بدأ يزيد وقواعد التواصل بدأت تكسر ومسجات بتروح وتيجيه وتليفونات بتروح وتيجيه وصور بتنزل وأفلام بيتفرج عليها الآباء أو بتكتشف أن الأم بتتكلم أو بتتناقش لغباطة كده ولغواصة في المجتمع المجتمع ما كانش قدهه إحنا ما كناش قدهه لأن أسس علاقتنا الاجتماعية داخل الأسرة كان بدأت تتفتت كان بدأنا نبقى جزر متفرقة لأن مفيش التواصل النهاردة بنتكلم على التواصل إزاي أسمع الإبني وإبني يخلص كلامه فبيعرض مشكلة أو بيشتكي من زمينه أو بيعترض على سلوك ما داخل الأسرة أو له طلب معين أو عاوز وقت زيادة في اللعب أو عاوز حاجة تجيله أو عاوز حاجة يعبر بيها عن إن هو متدايق أو مأريف أو مش مبسوط أو مش كذا من المفترض إن أول ناس تستمع إليه هم بابا وماما وتستمع إليه إلى النهاية عشان نفهم أصد ابني في بعض أوقات بنبقى عاملين زي وكلاء النياب بنستجوب أولادنا في الموضوع وبنستصدر قرارات تنفيذية على طول مش بس كده أنا ببقى زي مدير المباحث اللي هو بيستجوب المجرم في بعض أوقات أول ما بسمع المصيبة اللي عملها إبني أو المشكلة اللي عملها إبني أو الحاجة اللي غير لائقة موجودة وشي بيتغير فيبان على وشي إما إن الولد يتراجع فما يكملش أو يقلب الموضوع أو ما يجربش تاني يتعامل مع بابا وماما لأنهم من الآخر مش هيستوعبه هو كان أصدق إيه بسيطة أوي كتير من الأولاد بيتخنقوا مع أصدقائهم فبيبقوا زعلانين إنهم متخنقين أما أجي أبلغ بابا أو ماما ألاقي إن أحكام ماما على صديقي إنه وحش ومش بيحفظ لك الخير ومبهدلك معاه وكذا 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 هو مش عاوز ده هو عاوز بيقولك إزا يقدر أحل المشكلة دي دي واحد الحاجة الثانية إن أنتوا لازم تشوفوا نظرته لصحبي لصحبي ما ممكن يكون صحبي ده مع كل السوق اللي فيه بيسمعني بيوجهني ممكن بيشرب سجاي وبيقولي أنا غلطان وبعمل حاجة غلط ومتأملهاش ومتقربش وممكن يتخانق معاه ويقوله ده غلط بياخد المنحة الأبوي في كتير من الأحيان ممكن في بعض أوقات محتويني وأنا مش اجتماعي قوي فبياخدني تحت كتفه كده هو بيلعب كورة أو رايح رحلة أو حيقضي وقت أو حيعمل فأجد في صديقي متنفس فطبيعي إن يبقى فيه خلافات ما بين الأصدقاء الأصدقاء على فكرة العاديين ممكن يتخانقوا في القعدة عشرين خنايا لكن بيخرجوا من القعدة كل أحب بيسلم على التاني وحشيني على شوفك إمتى فناخد بالنا من النقط دي أو من نقطة التواصل في المشاكل اللي موجودة دي عشان أعرف أخلي ابني طول عمره يجي يحكيلي من أشهر ما قيل من مشاكل كان ابني بيرجع من مدرسة يعد يرغي معايا في المطبخ وبقى يقول لي يبقى فوق رأسي أنا لازم أقول لك كل حاجة حصلت دلوقت 12 سنة 13-14 ما عرفش عنه أي حاجة أقول له إيه اللي حصل إيه اللي جرى ما حصل الولد تحول أصلي دي فترة مراهقة اللي أولاب يبعده فيها عن الأباء والأماء لا هو شرب كتير من ردود أفعال حضرتك أو حضرتك أما كان بيحكي لكم وكان فيه قدر من الانتقاد لسلوكه كلما يحكي لكم حاجات فبدأ يبطل يتكلم في حاجات نهيك على إنه لو تكلم في حاجة عقيد أو حاجة خطأ أو حاجة ما تنفعش أو حاجة ما تعملش مجرد إنه هو بيتكلم بيستعرض جواه بس كده هو هو بيقول أنا نفسي أعمل كذا نفسي 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 يعني هو تمانيات حاجة جات في دماغه والأولاد كتير على فكرة في السن 11 و 12 و 13 اللي يعنوا كثير من الكلام اللي بيقولوه هو نفسه ما يكملش تعليم نفسه ما يذكرش نفسه يبقى معه فلوس كتير نفسه يبقى لعب كورة نفسه يبقى زي فلان نفسه يبقى في المسابقة الفلانية ويكسب معرفش إيه ويرتحته العمر ويعيش حياته كذا تلاقي الأب والأم يضخموا القضية على إن الأولاد مش محتاجين مش عاوزين يتعبوا وحيتعلموا إنهم يتراخوا وحيتعلموا إنهم ما يعملوش مجهود وما يعملوش المثابرة وبالتالي رد فعل الأب والأم لا لابد من المجهود والتعليم والثقافة والعلم أنا مش قصدي كده أنا بقولك يعني تعالى نتخيل مع بعض تعالى نتصور مع بعض سيبني أقول اللي عندي كله خلاص وبعد كده ممكن نفتح نقاش الحاجة الأهم في التواصل إن لو عندي مشكلة مشكلة ما من أول الحضانة في التعامل مع الأولاد أو المدرسة أو الزملاء أو المحيطين أو ماما أو بابا أو غيرها اوعوا أبدا في عملية التواصل تقدموا حلول دوري إن أنا مقدمش حلول دوري إن خليه يفكر في حلول إن احنا نقوله طب هو ممكن الموضوع ده يتحل إزاي إديني كده يعني يعني ممكن إزاي يعني فيقول لي حل واتنين وأنا أقوله حل واتنين ونبتدي نتناقش في الحلول فهيبتدي الولد يبتدي يستوعد يبتدي يحس إن عادته مع بابا وماما بتخلي دماغه تتحرك تحس إن هما فاهمينه دايما الأولاد في سن المرخة يقولوا جملة كبيرة ضخمة إنتوا مش فاهميننا إنتوا مش عارفين بنفكر إزاي إحنتوا ما بتستوعبوش الطاقة اللي هوانا إنتوا غراب عننا إنتوا عارفين السبب الرئيسي للجملة دي إيه؟ السبب الرئيسي إن إحنا ممكن ما يكونش عندنا الوقت الكافي نتيجة للظروف بابا العملية في العمل بتاعه اللي بيطلع من الصبح لحد بالليل منهك ولا يستطيع إن هو يجد وقت كافي للموضوع وماما اللي مجغولة طول الوقت طول الوقت تأمل إيه ماما بتأتب البيت وتزاكر وتعمل والكلام ده فيوم أما يبقى في حوار وحديث لا يجد الولد من يستمع ليه فيجبر الولد ويتغير وماما فاكرة إن هو لسه صغير اللي كان من سلاتين تلاتة عنده تلات سنين واربع سنين والولد بيكون نضج وكبر وبدأ يعتمد على نفسه في حاجات وبدأ يستغني عن بابا وماما إلى إيه الشاشات اللي تفتحت حاجة فيها الحلول الله إيه كمان للتليفونات والشات مع الناس مع الذكاء الاصطناعي الحالي اللي مش بس ممكن تعمل معه محادثة إنك تقدر تعمل منه بحث علمي أو تعرف معلومات علمية دقيقة أو تساعد المتخصصين في الوصول إلى تشخيص جيد أو إنها تشيل يعني أنتم متخيلين أو متصورين مدى سهولة وجود البديل الأبوي والتاع الأم في الفترة الحالية عشان كده التواصل محتاج مني أسمع للآخر ما أطلقش أحكام ما فيش انتقادات أما بنيجي نقدم بنقدم مجموعة من الحلول الولد يقدمها وأنا أقدمها ونتناقش مع بعض بشكل أو بآخر سيبوا أولادكم يتكلموا براحتهم معاكم اسمعوا منهم جيبوا زي ما بيقول بالتعبير البلدي للبلدي قوي قوي اللي بطنه عشان نعرف هو بيفكر إزاي كده نقدر نقلل الفجوة بيننا وبين أولادنا ودهي أحد الوسائل المهمة اللي محتاجين نتابعها في الفترة القادمة بإذن الله أترككم في رعاة الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة